اخر شي تقول لي انا اديانت والتزامت وحجبت بناتي وأديهم للصلاة يتعلمون للصلاة يطلع لي زوجي بعد ذلك يسافر ويلعب وشيدي وشيدي وهو ابن الشيوخ وهو اخو الشيوخ وهو كذا وكذا ترى اذا ما تصوون لي حال بروح برة وبنزع الاحجاب انا وبناتي وبفضح العائلة كلها وبحط اسمائي واسم زوجي في حتى صحيفة الوسطية حسب كلامه انت وش بسوين غير فضيحة نفسش واهليش وبيتيش وزوجيش المهم جبناها اليوم حمد لرب العالمين طلعت عادلة هذه الناس لما نتعامل معهم بطريقة الدين الاخر الدين الاعوج الدين الذي بدأ الناس بدل ما اذا رأيت الناس يدخلون في دين الله افواجه اليوم بدأت رأيتهم شنو صدقوني ايها الاخوة ايها العزاء ايها المؤمنون المدينون اللي قاعدني بالقتل المساجد والمآتم ترى فيه سوال افواجد ما تسولف في قروبات لأولادكم وبناتكم فيها الحاد اقروبات على الواتس آب كل كلام الحاد وكف وقضايا جنسية وصخة لأولادكم ترى يراجع ولدكم هذا في الماتم مو معنات ان كل أولادكم في الماتم إذا انت عندك خمسة أولاد قد يكون ولد عندك في الماتم بس الاربعة الأولاد البقية وين هذا نتيجة التعامل الديني المعوج مع كثير من شبابنا مع كثير من شاباتنا اللي تنفرهم من الدين ولذلك الرسول الاكرم صلى الله عليه وآله وسلم ها يتحدث ويقول ان هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق ولا تكرهوا عبارة الله إلى عباد الله لا تكرهوا